الزميلات والزملاء نواب المجلس المُوقَّر إن الكلمة سلاحٌ ذوح الدين فربَّ كلمةٍ تفتح أبوابًا من الأمل والصدق وربَّ كلمةٍ يرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدم لا للبناء لقد تابعت عن كثب الأخبار المُتداولة سواءٌ بالوصائط الإعلامية المُختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانونٍ مُقدَّمٍ من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي ينضوي على إنشاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس ولقد هلني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النُخبة المُثقَّفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكامٍ تُجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعدُّ على حد وصفهم تفريطًا في قناة السويس وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدَّر من جانبنا بشدة والتي تؤجِّجها الإدعاءات والمُغالطات التي صدرت عن أناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المُجتمع لذا فقد وجدتُ لزامًا علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النُواب في مجموعه بجلسة أمس والمُتضمَّن إنشاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس والذي لم تُستكمل إجراءات المُوافقة عليه بصورةٍ نهائية لا يتضمَّن أيَّة أحكامٍ تمسُّ قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرُّف فيها أو بيعُها بل ويزيدُ على ذلك أن الدولة مُلزمةٌ وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًّا مائيًّا دوليًّا مملوكًا لها كما تلتزمُّ بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًّا مُتميِّزًا أما ما تضمَّنه من مشروع القانون من حق الصندوق المُزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمرٌ طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلةٍ من وسائل التمويل والاستثمار ولا يمسُّ بشكلٍّ مُباشر أو غير مُباشر قناة السويس لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حالٍ من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عام لا يمكن التفريط فيه وختامًا أتوجَّه بحديثي إلى شعب مصر العظيم أن مجلس النواب الذي أولو تموه ثقتكم لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمسُّ أحكام الدستور الذي يُعبِّر عن ضمير الأمة وأنه يبذُل قصارى جُهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلُغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن حفظ الله مصر وشعبه شكرا